انطلقت الخميس بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى اللجان بحضور أكثر من خمسة وثلاثين وفدا برلمانيا ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات التي تجرى أشغالها في جلسات مغلقة عقد الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد لتتواصل غدا الجمعة بعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة فلسطين الدائمة كما سيتم تنظم الاجتماع الثاني للجنة المجتمعات والأقليات المسلمة وكذا الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية